السلام عليكم ازايكم يا احباب يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب طبعا متواصل مع تفسير مجلد رؤية الاحلام تفسير رؤية الاحلام للايمام ابن سيرين من اقصى مفسرين احلاما يعني شرح بسيط ومبسط يعني في الفيديو ده هنتكلم عن تفسير رؤية طهارة طبعا يتكلمنا عن تفسير هو اصلا دي سلسلة متواصلة ان شاء الله ان شاء الله يا احباب متواصل مع تفسير المجلد بنية مجامع الخيرات في الدنيا والاخرة لعلا هي دي المنجية بنية علم ينتفع به وهكذا نبدأ الصلاة والسلام علينا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا انا حبيت ان انا اذكركم في اول الفيديو ان شاء الله كل ما تفتكر يعني كل ما اقول فيديو نقول ذكر معي سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد الكلماتي طيب هنا بعد تفسير رؤية الطهارة طيب قال الاستاذ ابو سعد رحمة الله عليه اولى الطهارات بتقديم الزكر الختان وهي من الفطرة فمن رأى كأنه اختتن فقد عمل خيرا طهره الله به من الزنوع واحسن القيام بامر الله تعالى ولو قال انه يخرج من الهموم لم يبعد تمام فان رأى كأنه اقلفه اقلفه هنا ايه بقى اقلفه هو الذي لم يختتن تمام اه فان القلفة زيادة مال ووهم في الدين وهذه الرؤية تدل على ان صاحبها يترك الدين لاجل الدنيا اعوذ بالله من هذا وفان رأى انه اختتن فسأل منه دم كثير خرج عن ذنوبه واقبل على اقامة السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسواك من الفطرة ايضا وهذه رؤية اهل السنة فمن رأى منه يستاك فانه يكون محسنا الى اقاربه واصرا لرخنه طيب سبحان الله لو كان اريبه اريبه ظلمين وجايين عليه وحقنين عليه وممنيين عليه الواحد يعمل ايه يلا حزب يلا نعمل وكيل طيب فان رأى انه ده من عندي الكلام ده يعني فانه انه يستاك بشي نجس فانه ينفق مالا حراما في طاعة في طاعة ومن رأى انه يتوضأ وضوءه للصلاة فانه امان من الله عز وجل ومن رأى انه جنب فانه يسافر ويطلب حاجة لا سوى لها ومن رأى انه يختسل فانه يقضي حاجة والاختصال يطهى الزنوب يكشف الهموم ومن رأى انه اختسل ولبس سيابا اه جدادي يعني فانه فان كان معزولا عن ولاية ردت اليه وان كان فقيرا اه اسرى وغنى اسرى وغنى يعني بيه غنى وان كان مسجولا خلاسة بله وان كان مريضا عوفيا وان كان تاجرا وان كان تاجرا قد كسدت تجارته او صالعا قد تعزرت عن لي صنعته استقام امرهما وتجدد لهما امرا في اتم دولة وان كان مسرورا حج وان كان مهموما فرق الله همنه وان كان مديونا قضى الله دينه لان ايوب حين اختسل ولبس سيابا جددا وهب الله له اهلا ومثلهم معهم وذهب همه وصح جسمه فرق انه اختسل ولبس سيابا خلق الصوب الخلق والصوب بالبال فانه يذهب همي ويفتقر يعني سبحان الله برضو الاختسال لي مظاهر يعني مرة انه يختسل اختسال على ايه زي بس ايه ايه على حسب مرة انه يختسل ولبس سوبا ايه جديدا تمام مرة انه يختسل بس لبس سوبا ايه باليا ده على حسب رؤيا الرائي ومراء انه يختسل الا انه لم يتم اختساله لم يتم امره ولم ينل ما يطلبه يا لا اله والله ومن رأى كأنه يتوضى او يهتسل في سرب فانه يصفر بشيء كان سرق له ومن رأى كأنه يتوضى ودخل في الصلاة خرج من الهموم وشكر الله تعالى على الفرق ومن رأى كأنه يتوضى بما لا يجوز الوضوء به فهو في هم ينتظر الفرق ولا يناله وان رأى تاجرا انه يصلي بغير وضوء فانه يتجر من غير رأس مال وان رأى امير هذه الرؤية فلا يجتمع له جند وان رأىها محترف لم يستقر به قرار ومن رأى انه يصلي بغير وضوء في مكان لا تجوز الصلاة فيه فانه متحير في ام لا يجد منه خلاصا وقيل نضو في المنام امانة يؤديها او دين يقضيه او شهادة يقيمها وهنا بقى يا احباب وروي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا من امتي قد بسط قد بسط العلي العزاب في القبر فجاء وضوءه فاستنقظه من ذلك ومن رأى انه يتيم فقد دنى فرجه وقربت راحته لان التيم سواني ومن رأى انه تيم يعني تميم مش عارفة بصراحة تيم يعني ايه يا احباب فقد دنى فرجه وقربت راحته لان التيم يتيم يتيم ينهر ابيض شعر فقرة يا اولاد ايوة ومن رأى انه لا اله الا الله صلى الله على سيدنا محمد ومن رأى انه يتيم اه فقد التيم بقى يا جماعة فقد دنى فرج الفرج يعني وقربت راحته لان التيم دليل الفرج القريب من الله تعالى اتمنى ان اكون افدتكم طبعا رؤية طهارة لها انواع واشكال وعلى حسب رؤية اللي بيحلم رؤية الرأي وهكذا اتمنى ان اكون افدتكم ومتواصل مع تفسير رؤية الاحلام لامام ابن السلين ان شاء الله الفيديو الجاعة تفسير رؤية الازان والاقامة دمتم في امان الله